بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نتعلم الفجوال ستيديو كود وكيف ننزله على جسد الويندوز في البداية إش هو الفجوال ستيديو كود؟ هو عبارة عن محرر نصوص إحنا بنستخدمه عشان ننبرمج فيه أي لغة بدنا إياهم طب إش ميزات الفجوال ستيديو كود؟ أول إش مجان الميزة الثانية ما بيحتاج مواصفات جهاز عالية وأهم ميزة في مجال الويب إذا حبيت تتعلم الفرونت اند أو الباك اند أي لغة برمج أو فريمورك رح تقدر تستخدم فيها فجوال ستيديو كود يعني فجوال ستيديو كود مقدر أشغل على أي إش بديه خلينا هسا ننزل فجوال ستيديو كود على أجسد الويندوز رح تلاقي لينك تنزيل البرنامج في الدسكريبشن أول إش من نروح على كابسل الداولود فور ويندوز وينكبس عليها مباشرة رح يبلش تحميل البرنامج مش رح يخد وقت كثير إنه كثير زغير عند السهل بنعمل شروع رايت كلك وينبلش في تنزيل في جوال ستيديو كود أول شي بعمل أكسبت بعدين نيكست مكان تخزين البرنامج نيكست ومرة نيكست وآخر مرة بنعمل نيكست وهيك ببالش تنزيل البرنامج عندنا على الجهاز بعد انتهاء التنزيل نكبس على كابسة الفينيش مباشرة رح يفتح معانا الفيجوال ستيديو كود وهيك بكون نزلنا الفيجوال ستيديو كود على جهازنا بشكل صحي في المحاضرة القادمة نحن نتعلم كيف نضيف اكستنشن وكيف نفهم الفيجوال ستيديو كود اني أبدأ برمج اجتمال سياس اس جابسكريبت وكمان نحسن من منظر اليديتور ايديتور يعني محاضر أتمنى كانت أفكارنا واضحة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية